مرحبا عليكم طلبتنا العزاء طلب الصفة الثالثة المتواصل نكمل وياكم بيونت تريعدنا اسئلة على القطع اللي هنا نتخص الفالكونز ما هو الشرع مخلوق في الطبيعة في عالم الطبيع ما هي السرعة أو كيف تكون سرعة انقضاء النسور والسقور بعض السقور تنقض بسرعة مئتين واربعين كيلومتر بالساعة من هم البدوين من هم البدويين الناس من الجزيرة العربية لماذا يعيش أغلب البدويين على التمر والحليب والخبز لأنه كان من الصعب استياد الحيوانات والطيور ما هو الحيوان المفضل أو ما هو الحيوان المفضل للبدويين كان الطائر المفضل هو الطائر على الحجم الكبير للساقة الطويلة والتي يطلق عليها الحبارة كيف كان يعتاد البدويين بالصيد؟ كانوا يعتادون الصيد وهم على الجمال أين كانوا يصطادون الصقارين؟ خاصة في هذه الأيام؟ في صحراء ووديان محافظة المثنى وسامرة وذيقر في العراق ما هو مساوى رياضة الصقور؟ too many rare birds might be killed العديد من الطيور النادرة ممكن أن تقتل what did the government do to protect birds؟ ما الذي فعلت الحكومة لحماية الطيور؟ the government has set up, protect and save areas for birds قامت بإنشاء مناطق محمية حاملة للطيور what is the result of government measures to protect birds؟ ما هي نتائج التي ترتبت على حماية الطيور؟ world life numbers have gone up and the environment is richer الحيوانات البرية أعدادهم بدأت تزداد والطبيعة والبيئة التي تعيش بها هذه الطيور أصبحت أكثر غنان يعني نأتي إلى هناك أسئلة تخص البلد من العرب المرش أو المرش الأرب what can marsh الأرب بكي؟ أين؟ where can affine, where can marsh الأرب بكي؟ where can marsh الأرب بكي؟ fox الأرب supermarket can be found in the Southeast of Iraq العرب الأهوار يمكن أن يتواجدون في جنوب شرق العراق شنو كانوا يربون كانوا يربون جاموس محلي وأغنام وماشي ما هي المحاصيل التي كان عرب الأهوار ينتجون الروز والحنط والشعير أين كانوا يسكنون في بيوت ذات أقل